جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس قاسم جمارتو كاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة والذي أطلع جلالته على تطورات الأوضاع في كازاخستان وأكد جلالة الملك المفدى خلال الاتصال وقوف مملكة البحرين مع جمهورية كازاخستان ودعمها لجهودها في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها معربا جلالته عن تمنياته الخالصة لكازاخستان وشعبها الصديق بدوام الأمن والازدهار هذا وثمن فخمة الرئيس قاسم جمارتو كاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة دور مملكة البحرين في تعزيز روابط علاقات الصداقة الأخوية بين البلدين